دلوقتي سنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير بالإضافة إلى استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التغطية والتنمية الاقتصادية هالا السعيد كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لتشمل سائر محافظات الجمهورية بالاضافة للتوسع في تطبيق جائزة التمييز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزائي إلى رئيس جنوب افريقيا سيريل رامفوزة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة ديربان وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجنوب الافريقي أعرب الرئيس السيسي عن الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب افريقيا على مواجهة تدعيات تلك الفيضانات ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب افريقيا في تلك الظروف الصعبة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس رامفوزة أعرب عن شكره وتقديره العميق للرئيس السيسي على هذه اللفتة والتي تؤكد حرص مصر حكومة وشعبا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء مؤكدا حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر أعلنت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار وقال مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن تكون الحزمة الجديدة بحجم الحزمة السابقة تقريبا لكن التفاصيل ما زالت قيد الأعداد قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركاء أوكرانيا زودوها بطائرات عسكرية إضافية وقطع غيار لإصلاح أخرى في ترسانة كييفا التي تضررت أو لا تعمل ولم يقدم المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي تفاصيل عن الدول التي قدمت طائرات لكنه أقرى بحدوث عمليات نقل جديدة موضحا أن أوكرانيا لديها طائرات مقاتلة قابلة للتشغيل أكثر مما كان عليه الأمر قبل أسبوعين أصدرت اليوم وزارة الدفاع الروسي اقتراحا جديدا للقوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع أزوفستال للصلب لإلقاء السلاح مشيرة إلى عدم قبول أي جندي أوكراني العرض نفسه أمس وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الروسية ستلتزم بوقف إطلاق النار في منطقة أزوفستال أثناء سريان الاقتراح يعتبارا من الثانية ظهر اليوم بتوقيت موسكو يلتقي المرشحان لرئاسة فرنسا إيمانويل مكرون ومارين لوبان لأول مرة منذ بدء الحملة الانتخابية في مناظرة قبل أربعة أيام من الجولة الثانية التي يتنافسون عليها للوصول إلى قصر الإليزي وفي الأسبوع الذي سبق الجولة الأولى كان إيمانويل مكرون هو الوحيد من بين المرشحين الاثنائي عشر الذين لم يشاركوا في مناظرات الإليزي حيث وصلت فريقه الضوء على مشاكل جدول الأعمال والحرب في أوكرانيا نهاية موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعض الفاصل